بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين محظر اتفاق وبرعاية المجلس البلدي قصر بغشير ومجلس شيوخ ليبيا والمجلس البلدي جنزور ولجنة التواصل بالمجلس البلدي مصراتة ومجلس الشورى القربولي ابتهاجا بالذكرة الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير وانطلاقا من مبدأ الالتزام بتأصيل مبادئ التصالح ونبد الخلافات إنه بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير لسنة ستة عشر وألفين ميلادية وعلى ثمام الساعة السابعة مساء وبمقر المركب الإعلامي القربولي اجتمع مجلس شورى القربولي ومجلس شيوخ ليبيا والمجلس البلدي قصر بغشير ولجنة التواصل بالمجلس البلدي مصراتة والمجلس البلدي جنزور وعلى مدار يومين متتاليين وذلك للتباحث حول مجريات الأوضاع بالمنطقة وقد اتفق الحاضرون على ما يليه أولا ندين الأخبار المتداولة في بعض القناوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بتأجيج الأوضاع بالمنطقة وعلى خلاف الواقع ثانيا بموجب هذا الاتفاق تشكل لجنة للتنصيق بين المجلس البلدي القربولي والأجهزة الأمنية المتواجدة بالمنطقة لتأمين المرافق الحيوية بالمنطقة واتخاذ كل التدابير اللازمة لحفظ الأمن ثالثا دعوة كافة منتسبي جهاز الشرطة بالمنطقة للالتحاق بأعمالهم وذلك للحفاظ واستثابة بالأمن بالمنطقة رابعا نحذر من تأجيج الأوضاع بالمنطقة والعمل بكل ما من شأنه من احترام المواطن وتسهيل كل السبل لتقديم الخدمات الضرورية خامسا الدعوة وبشكل عاجل إلى تشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية بالمنطقة كلا في نطاق اختصاصه ومندوب عن المجلس البلدي للتواصل معها ويوكل إليها إدارة الشأن الأمني بالمنطقة تكون تحت الإشراف المباشر لمديرية الأمن بالمنطقة سادسا ابتهاجا بالذكرة الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير يطالب الحاضرون باستئناف العمل المجلس البلدي القربولي وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين حفظ الله ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صدرت ثلثاء بالقربولي تاريخ السادس عشر من شهر فبراير لسنة ستة عشر وألفين ميلادية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته